بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الأهلي في كل مكان أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة من الأهلي في المنديال ويظل دائماً الأهلي في المنديال قبل بس ما تكلم عن فرحة وإن إحنا قديه مبسوطين وإن إحنا كأهلوية الأهلي بمن حضروا الكلام ده كله عايز أقول كلمتين ليس... إيه؟ اسمه إيه؟ معلش الواحد من كتر ما هو مبسوط مش عارف يتكلم من كتر ما الواحد مبسوط وسعيد لأن كانت في حاجات كتيرة جداً بتتحضر لبيتسو موسيماني خلال الأربع خمس أسابيع اللي فاتوا هتكلم مع حضراتكم عنهم ولكن عايز أبدأ بس في الأول أقول لكم إيه؟ إن... ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يعرف يقال فاكرين؟ هذه الجملة طلعت جملة في شينك مع النادي الأهلي طلعت هذه الجملة في شينك في جملة تانية ممكن أقولها الأهلي بمن حضر هذه هي الحقيقة هذه هي الحقيقة والمقولة التي أثبتت أن رجال النادي الأهلي دائماً هم في الموعد رجال النادي الأهلي دائماً هم في الموعد هذه المقولة الأهلي بمن حضر النهاردة والنهاردة تحديداً زي ما كان في التمانينات كده وفي التسعينات وفي الأوائل الألفينات كل سنة أو كل عشر سنين بيحصل حاجة بتخلينا نقول الأهلي بمن حضر هذه هي الجملة الصحيحة الصحيحة هو ده النادي الأهلي هي دي فرحة النادي الأهلي هو ده إسلوب وطريقة النادي الأهلي مش ليس كل ما يعرف يقال ليس كل ما يعرف يقال أيوة صح ولكنها في شنك في شنك أنتوا كنتوا بتنيموا النادي الأهلي وكنتوا بتسكتوا النادي الأهلي ولكن النادي الأهلي ما نمش النادي الأهلي ما سكتش النادي الأهلي كان بيحاول ياخد حقوقه لآخر لحظة لآخر لحظة مش عايز أقول لحضراتكم أن فيه حاجات كتيرة جداً كان بتحصل خلال الفترة اللي فاتت يعني غير مسموح نحن نتكلم في مثل هذه الأمور ولكن النادي الأهلي حاول أنه هو ياخد كل حاجة كل حاجة الحقيقة من الاتحاد غير ما اسموح لأنه مع الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي يعني مش حاجة تانية فحاجات كتيرة جدا كانت بتحصل فترة اللي فاتت علشان توقع النادي الأهلي للدرجات دي أيوة للدرجات دي وأكتر من الدرجات دي الناس شايفة أنه لا النادي الأهلي خد بطولتين لا التالتة دي لازم نديله على دماغه خد بطولتين أفريقيا وطلع تالت عالم فلازم بقى ما ينفعش السنة دي بقى كمان هو النادي الأهلي حيكبر هو فيه ايه يا معه والله كانت بتحصل حاجات الفترة اللي فاتت ها والناس قاعدة تخبط من هنا وناس قاعدة تخبط من هنا وناس قاعدة تخبط من كل مكان من كل مكان بغرض واحد فقط وهو كيف يمكن نحن نزيل النادي الأهلي من قدامنا ولكن يظل دائما جمهور النادي الأهلي وأبناء النادي الأهلي واللي بيعملوا مجلس إدارة النادي الأهلي هو ده الاسلوب والطريقة اللي دايما هنمشي بيها انت بتتكلموا انت منفعل ايوة اسلام ايوة منفعل لانه فيه حاجات كتيرة جدا كان الواحد عارفها الفترة اللي فاتت ودلوقتي بانت قد ايه انا كنت تبصوا هقول لحضراتكم من الآخر النهاردة كان بتتحضر حاجات لبعض من لا يشجع النادي الأهلي بعد المباراة مباشرة النهاردة ما قبل المباراة كان بيتم تحضرها ايه بقى ان افتكروا كده السيناريو للفترة اللي فاتت حصل هتعرفوا الكلام اللي انا بقوله السيناريو كان عايز ايه بقى ان هيطلع يقول لك موسيماني ما عندوش فكرة موسيماني لازم يمشي الاهلي بينهار محمود الخطيب ملعب مش مكتب ايوة كان كل ده حيتقال الفترة اللي جاية والله العظيم كان حيتقال كده الفترة اللي جاية اه موسيماني هو موسيماني ده بيعرف يختار تشكيل هو موسيماني ده محدش ده موسيماني بيعرفش يعمل حاجة غير ان هو يجيب بطولات مش كان بيتقال كده هو حضراتكم سيتو الفترة اللي فاتت يا عم اسلام واحنا لسه ما عملناش حاجة ايوة ما عملناش حاجة انت عارف حضرتك حتى لو كنا اتغلبنا النهاردة لقدر الله وظهرنا بهذا الشكل وبهذا الاداء انا كنت حابقى سعيد وكنت اطلع اقول هذا الكلام برضو